اشتركوا في القناة المسدسات الروسية حسب الموقع فمن المعروف أن أكثر المسدسات شعبية بين أفراد الجيش الروسي وأجهزة الأمن الروسية سابقا كان مسدسة ماكاروف بي أم وتوكاريف تي تي لكن لا يمكن اعتبارهما روسيين صنع 100% لأن المسدس الأول هو نسخة مطورة عن مسدس الشرطة الألماني والتر والمسدس الثاني اقتبست غالبية أجزائه من مسدس براونينغ الأمريكي البلشيكي الصنع وكان هذا المسدسان سلاحين فعالين وقت ذاك لكنهما مع تطور وسائل حماية الفردية فقدا تماما قدرتهما على اختراق الدروع الحديثة وصار الجيش السوفيتي يواجه حاجة ماسة لتزويد ضباطه بسلاح شخصي جديد في نهاية الثمانينات فأوكلت المهمة إلى بضعة مكاتب تصميم ففاز في المناقصة معهد الأجهزة الدقيقة في مدينة كليموفيسك بضواحي موسكو الذي تولى إدارة مكتب التصميم فيه المصمم بيوتور سيرديوكوف ظهر هذا المسدس في عقد التسعينات من القرن الماضي كسلاح فردي جديد للضباط آنذاك حيث عمت روسيا موجة من الإجرام وكان المجرمون وجماعات المافيا يستخدمون بكثرة السطرات الواقية من الرصاص وكانت الحاجة إلى مسدس يمكن أن يصيب شخصا يرتدي مثل هذه السطرات وكان المسدس سيرديوكوف برصاصات من نوع SR10 التي صنعت خصيصا له وهو قادر على أن يخترق عن مسافة 100 متر السطر الواقية المزودة بحماية من صفحات التيتانيوم بسماكة 1.4 مليمتر و30 طبقة من ألياف الكيفلار أو رقائق من الفولاذ بسماكة تصل إلى 4.4 مليمتر ويجري تطوير مسدس سيرديوكوف باستمرار ففي أوبستس آب من عام 2012 عرض معهد البحوث العلمي المركزي لصناعة الآلات الدقيقة تعديلا جديدا تحت تسمية SR1MB وكان يتميز بوجود أخاديد تحت جانبي الجزء الأمامي من الإطار وبوجود شرائح البكاتيني وهي عبارة عن جهاز لتثبيت منظر التزديد على هذا السلاح ومؤشر ليزري على الهدف ومصابح تكتيكية وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن تثبيت كاتم للصوت على هذا المسدس وقد صنعت إطلاق لهذا المسدس وهي بعيار 9 مليمتر وبطول 21 مليمترا حيث تبلغ مسافة الرمي الدقيق 100 متر حسب المصنع ويمكن أن يرمي المسدس بطلقات من عيار 9 مليمتر و7.62 مليمتر على حد سواء ويبلغ المعدل الفعلي لإطلاق النار 36 طلقة في الدقيقة وليس في هذا المسدس مفتاح أمان حيث يحل محله زران يوجد أحدهما في خلفية المقبض وثانيهما في الزناد ويبلغ وزن هذا المسدس 900 غرام كما يبلغ طوله حوالي 20 سنتيمترا وقد جمع المصمم سيردوكوف بين حجم المسدس الصغير والقدرة النارية الكبيرة التي تزيد عما هي عليه لدام مسدس كولت الأمريكي الذي يزيد عياره كثيرا عن عيار مسدس سيردوكوف وذكرت بعض التقارير الروسية أن الحراس يتركون مسدساتهم من طراز غويوريزا من تصميم سيردوكوف في موسكو حيث يقوم الرئيس الروسي بزيارات للغرب كي لا يسرق عناصر المخابرات الغربية أسرار هذا السلاح حسب هذه التقارير وتبقى هذه التقارير الروسية جزء من دعاية رسمية فهذا السلاح لم تتم تجربته أو تصنيفه من قبل مؤسسات أو أشخاص محايدين والطريقة الوحيدة لمعرفة قدرات هذا المسدس الحقيقي هي في تجربته من قبل الهواء والمحترفين اشتركوا في القناة